انت مع تحليل الحكام في المباراة من بعض الحكام الدوليين؟ لا طبعا انا ضد التحليل عمتا في الفضائيات لان هو ده اللي سير الدنيا لان التحليل في مصر مش تحليل واقعي وانما تحليل بيحمل الحب والقره لبعض الحكام انت النهاردة على هوايا على روحي بتكلمني كل يوم في التليفون فبطلع عصياتك وحاكم تاني بطلع اكشف الاخطاءه دي حقيقة ده كلام خطير ومكباتي لا ده مش كلام خطير ده كلام حقيقة بتشوف تحليل ساعات الحكام بتوقع تتفرج ما هو الحكام اللي بتتفرج دي درسة قانون وبتسمع المحللين دولا في الاتحاد وفي اللجنة وفي كل مكان فحاجة من اتنين لازم يقتنع لازم الحاكم يقتنع الكلام اللي انت بتقولهوله في القاعة غير اللي انت بتقوله في التليفزيون وربما تكون اللي انت بتقوله في الفضائيات انت موجه واقعني كلمة موجه دي وحط تحتها متخط موجه؟ اه في موجه لمصلحة حكم؟ لمصلحة حكم لمصلحة حاجات كتير تحليل بيقول كده ازاي انا اطلع بين الشوطين احلل ازاي انا كنت في يوم من الايام حكم اسمح لنفسي ان انا بين الشوطين اطلع احكم حكم انا كنت في مكانه في يوم من الايام ازاي ازاي نطلع حكم اخطأ انت نفسك انا نفسي لو طلعت حللت انا نفسي اخطأت في يوم من الايام ما كنتش ارضى ان حد يطلع يحلل علي قرار يهييج الدنيا ويولع الدنيا علي بين الشوطين يعني لسه في خمسة واربين دقيقة يعني دلوقتي زمان ايام حضرتك ما كانش فيه محمول ولا فيه تلفزيون دلوقتي ممكن لو حد قال قرار واحنا ما بنلعبش بجماهير ده احنا بنلعب بخمسين ستين واحد ومئة واحد ودلوقتي اجهزة فنية قاعدة في الملعب بتتلقى التلفونات الحق ده فلان قال دي مش ضرب الجزاء الحق ده فلان قال ليك ضرب الجزاء ولحت الدنيا علي الحكم اللي بيلعب في ارض الملعب ده من غير متى والجماهير ويطلع بقى كل واحد يغني على ليله باللي انت قلته بين الشوطين ولعت الدنيا للحكم انت ما كنتش ترضى على نفسك انه يتقال عليك كده وانت بتحكم وانت وانت بتحكم كان عندك اخطاء ايامة في التحكيم اصلا خطأ ورد يا كابتن فهيم طبعا بس 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 ازاي انت تطلع يعني انت حاسة دي حاسة ان انا حكم ازاي اطلع ان كد حكم زميلي ما هو برضو زميل وفي يوم الايام هيقعد زي كده بتنقضه والناس بتسمعك وبتولع عليه الدنيا من بدري او في المباراة بين الشوطين وللأسف ده بيأثر عليه في الشوط التاني او لما بقى يسمع ده الكابتن مثلا هنقول كابتن جمال غندور كابتن فلان كابتن فلان بيتأثر على الحكم دي لما بيسمع كابتن شوطين حتى لو كان خلط طب هقولك سؤال وطالما بتتكلم بمنتهى الصراحة كده وبمنتهى الوضوح في مجملات للحكام ما في مجملات طبعا مجملات في ايه في تعيين الحكام في تعيين الحكام طبعا في تجملات مجملات في النداء بقى حاكم درجة اولى بقى حاكم دولي في مجملات ما ليه وفي اتصالات طيب وفي حكام بتاخد حقوق حكام في حكام يعني تعالف اقولها ازاي بتتعاطف مع فريق او يقوله انا عايز النادي سين يكسب او النادي صد يكسب لا 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 ما عندناش في مصر حكم كده لا لا ما عندناش حكم في مصر كده لكن عندنا حكم ممكن يتأثر بالضغوط على الرغم من الضغوط الاصلية مش موجودة الجماهير الجماهير عكبت المصطفى لما بتزوم وبتضغط على الحكم لو الحكم ما عندوه ثقة في القرار اللي خده القرار اللي بعده غلط لان الجمهور بيضغط عليك حتى لو كان قرارك صح اقولك على حاجة حضرتك مدرب كبير في مدربين بتبقى عارفة من القرار اللي انت اخدته صح ومدرين كورة عارفين القرار اللي انت اخدته صح وبيحاول يضغط عليك في الملعب